اهلا بكم مشاهدينا الى حلقة جديدة من بتوقيت مصر نناقش فيها الوثيقة الامريكية بشأن مستقبل غزة قبل زيارة بلينكين الى مصر ونتابع استيراد شحنتين من الغاز المسال للتعويض النقص في قطاع الكهرباء واخيرا نصلط الضوء على مذكرة مصرف يو بي اس سويسري بشأن تدفقات النقد الاجنبي الى مصر ابقوا معكم كشفت وسائل اعلام اسرائيلي عن وثيقة امريكية توضح المبادئ التي تخطط الولايات المتحدة التقدم بها بعد وقف اطلاق النار في غزة وتتضمن الوثيقة بنودا من بينها رفض استمرار حكم الجماعات المسلحة في غزة ونزء سلاحها وإعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية على حد وصف الخطة يأتي ذلك قبيل لا توجه وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين الى الشرق الاوسط في جولة ثامنة منذ بدء الحرب لدفع قدما باقتراح لوقف اطلاق النار وستشمل جولة بلينكين مصر واسرائيل وقطر والاردن نرحب من القاهرة بالأستاذ اشرف ابو الهول الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الاهرام هذه التحركات وهذه الانباء التي ترتبط وتتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب هل تعتقد ان عدم وضوح الرؤية بشأن طبيعة اليوم التالي لنهاية الحرب على غزة من بين الاسباب التي تعرقل حتى الان الوصول الى الصيغة للتهدئة يعني اولا تحيات لحضرتك والاستاذ مشاهدي قناة العربي بالتأكيد عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بخطة اليوم التالي سواء بالنسبة لإسرائيل او حتى بالنسبة للسلطة الفلسطينية او بالنسبة الحماس او بالنسبة للطرف الامريكي يعيق حدوث تقدم في كافة الملفات لا احد يعرف ماذا يريد وماذا سيفعل في اليوم التالي لدينا احلام عريضة بانهاء الحرب وفتح المعابر وانهاء الحصار والانسحاب الاسرائيلي واعادة اعمار غزة واطلاق مفاوضات تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعسمة قدس الشرقية لكن لا يوجد اي شيء على الارض يؤكد انه هذه الخطط يعني هناك نية حقيقية لتنفذها اسرائيل لا تريد حماس لا تريد السلطة ترفض مشاركة منظمات دولية كبرى فاعلة مثل الانور والطرف الامريكي لا يكشف عن اي شيء في كثير من الاحيان يظهر مواقف وكأنها ضد اسرائيل ثم يتراجع عنها حتى الخطة التي تحدثت معنا او الوثيقة التي تحدثت معنا هي مجرد ورقة تعرضها الصحافة كما تعرض اي شيء ولكن لا احد يعرف اي شيء يعرف ماذا يريد الامريكي وماذا يريد الاسرائيلي وماذا وماذا ولذلك فالحرب مستمرة الضمار مستمر العدوان مستمر هل يمكن التعويل على جولة بلينكين المرتقبة التي سيزور فيها مصر ايضا الى جانب قطر والاردن واسرائيل هل يمكن التعويل على هذه الزيارة لوضع لمسات نهائية ربما على صياغة الاتفاق يا أستاذ تامر هذه الزيارة السامنة لبلينكين للمنطقة ماذا فعل بلينكين في كل مرة كان يأتي وكانت تنتعش الامال وكان يجتمع مع الاسرائيليين ثم ننتقل الى مرحلة اسوأ مع كل مرحلة تصعيد اسرائيلية كان يأتي قبلها بلينكين ويتحدث عن الضغط الامريكي والطلبات الامريكية الاسرائيل بعدم استهداف المدنيين أمس من أجل تحرير أربعة رهائن اسرائيليين استشهد وأصيب حوالي ألف فلسطيني الأرقام تزايدت اليوم لأكثر من 270 شهيد وما يقرب من 700 مصاب وأين رد الفعل الأمريكي؟ وأين بلينكين؟ وأين غيره؟ أين المبادرة التي تحدث عنها بايدن نفسه منذ أسبوعين تقريبا؟ أين ذهبت؟ الخطة التي عرضت على الدول العربي في مجلس الأمن من أجل تسويقها كانت تختلف عما أعلنه بايدن لفظيا وأنا ذاك تم الكشف عن أن الخطة التي تحدث عنها بايدن من وضعها هو الطرف الإسرائيلي بعد أن تم الترويج إلى أنها نفس الخطة التي وفقت عليها حماس للأسف الوضع ضبابي ورمادي لا يمكن أن نتوقع أي شيء وقد تمتد هذه الحرب لشهور وربما لسنوات ويوم الجمعة مساء مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على ما يسمى بخطة الفقاعة الإنسانية التي طرحها وزير الدفاع وف جالاند هذه الخطة التي تنص على تقسيم شمال غزة إلى ما يشبه الكنتونات وإدارة كل خطاعة في شمال غزة هذا الموقف الأمريكي والمخطط الإسرائيلي الدور المصري والقطري والأردني وباقي الدول العربية سواء الدول الوسيطة في هذه الاتفاقات أو الدول العربية بشكل عام ما الذي يمكن أن تفعله من أجل وقف هذه المخططات إسرائيل تخطط لنفسها وأمريكا تخطط لإسرائيل ما الذي تخططه الدول العربية قبل أن تخطط الدول العربية ماذا يخطط الفلسطينيون لأنفسهم لماذا لم تحدث مصالح حتى الآن لماذا نقع في وسط الصراع بين السلطة وحماس كان بالإمكان أن يعاد فتح معبر رفح بأدارة فلسطينية لو اتفق الفلسطينيون لكن ده في النهاية كلام في الماضي أستاذ أشرف مش هيغني عن يعني مش هيسفر عن شيء في نحن نكلم عن وضع بعيدا حتى عن سجلات السلطة وحماس وغيره نحن نكلم عن الوضع الإنساني نكلم عن ملايين أسكان المحاصرين في غزة تلي هم الأولوية الآن حتى تلي نحن نتعامل مع وضع قائم حالي ربما بعد الحرب نتحدث عن ذلك مصر تحاول بكل قوة يعني المساعدة في الوضع الإنساني أكتر من 80% من المساعدات التي تدخل جزة هي مساعدات مصرية خالصة مصر التي تضغط من أجل فتح المعابر ورفع الحصار وإقاف العدوان لكن في النهاية لا يوجد تعاون فلسطيني معك أنت تخشى أن تقدم فكرة فتتهم بالعمالة أو تتهم بأنك مع إسرائيل أو في معسكر الشر وغيره للأسف الشديد كان يجب أولا أن يكون هناك اتفاق فلسطيني ثم تفاهم فلسطيني عربي يعني حتى حماس نفسها حماس في الدوحة غير حماس في غزة السلطة في اتجاه وحماس في اتجاه والفصائل الأخرى في اتجاه هناك فوضى عارمة في هذا الصراع ومن يدفع السمن هو المواطن الفلسطيني وهو حقيقي هو الذي يجب أن يكون له الحق والكلمة في تحديد الخطوة المقبلة وليس هذا الفصيل أو ذاك أو هذه الدولة أو تلك إسرائيل تحاول أن تهرب إلى الأمام من حين إلى آخر وتوجه اتهمات حقيقية لمصر ترتبط بوجود أنفاق على الحدود يتم تهريب السلاح منها بأنها لا تحكم السيطرة على حدودها بأنه هي ليست وسط أو ليست وسيط نزيف هذه الحرب يعني كيف التعامل مصر مع هذه الاتهامات ويعني تجنبها فكرة أو يعني تحاول أنها تقلل من أثرها للقيام بدورها عزيزي منذ اليوم الأول لعملية 7 أكتوبر أدركت مصر أن إسرائيل سيكون لديها هدف كبير هو تهجير الفلسطينيين ومصر عملت على تجنب هذا السيناريو بكل قوة ضغطت وأعلنت وأوضحت للعالم ومصر استضافت قمة القاهرة للسلام بعد أسبوعين من هذا العدوان لتنبه العالم إلى حقيقة ما يحدث وهذا دور تقوم به مصر هناك دور آخر هو فتح المعابر وإدخال المساعدات ودعني أذكرك أن إسرائيل في اليوم الأول يعني بعد 7 أكتوبر قررت إغلاق كل المعابر مع غزة منع إدخال أي شيء وكل شيء لغزة مصر التي أصرت على أنه إذا أراد الأمريكيون أن يخرج الأجانب من غزة فتدقل المساعدات من غزة يعني مصر تؤمن حدودها بشكل قوي جدا تمنع إسرائيل من محاولة تنفيذ مقطتها وفي البداية كنا نتصور أن هناك مبالغة في الموقف المصري لكن اتضح من خلال تسريبات الصحف العالمية وما نشر أن هناك بالفعل مخططات وعروض كانت تعرض على مصر على مدى السنوات الماضية الآن يتهمون مصر بأنها سمحت بوجود أنفاق لاستمرار إمداد غزة بالسلاح ألم تكن مصر متهمة من حماس ومن أطراف أخرى أنها لا تتعاون وأنها تحاصر الآن يقال أن مصر هي التي تدخل السلاح لغزة إذا كان هذا حقيقي فيجب أن يكون هذا مصدر فخر لكل مصري وليس مصدر عار أو تراجع أو غيره لكن مصر تحاول أن تحافظ على الشعب في غزة على المدنيين في غزة فأعطيك مثلا إذا قالت مصر الحماس أنا مستعدة للدخول في الحرب معك لكن بشرط سلميني ما لديك من رهائل هل ستوافق حماس؟ لن يحدث هناك أشياء فوضوية أشياء غير مفهومة تحدث في هذا الصراع كل طرف يريد أن يسجل لنفسه فقط صورة الانتصار والذي يدفع السمن هي غزة ومصر تدفع سمن من اقتصادها شكرك شكرا جزيلا أرشح أبو الهول الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام شكرا لك على هذه المشاركة إلى ملف آخر حيث تجري مصر لأول مرة عمليات تحويل شحنتي غاز مسال إلى غاز طبيعي بعد استيرادها لهم عبر مناقصات عالمية من السوق الفورية خلال يوليو المقبل وأشرت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن عمليات التحويل ستتم في ميناء العين السخنة عبر سفينة استرالية تصل إلى البلاد بعد أيام قليلة وهذا أو يعني بعد هذه الخطوة تنهي الشركة القابدة للغاز إجراءات استيراد شحنتي الغاز بنظام التسليم الفوري وليس بعقود متوسطة أو طويلة الأجل وستوجه كميات الغاز إلى قطاعي الكهرباء والصناعة لتعويض النقص الحالي في الإمدادات مرحب من القاهرة بالدكتور محمد سليم خبير الطاقة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة برحب بك الدكتور يعني واضح أنه في تحركات عديدة من جانب الحكومة وتحديدا وزارات البترول والكهرباء من أجل يعني التقليص الفجوة الموجودة في احتياجاتها من الغاز واللي أصفرت في الفترة الماضية عن انقطاع الكهرباء بتشوف إزاي هذه الخطوة الجديدة المتعلقة بالشحنات الجديدة وأيضا إجراء عمليات تغييز أو تحويل الغاز المسهل إلى غاز يمكنه لاستخدام ويعني استخدام أو تأجير سفينة من أجل القيام بهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم يسعدني أن أكون معاكم اليوم في الواقع يعني الدولة المصرية تعرض إلى يعني ضغوط كبيرة جدا في هذه الفترة وخاصة في قطاع الطاقة زي ما احنا عارفين أن الطاقة الكهربائية هو منتج ثانوي للوقود فتم الاعتماد على الوقود الغازي فترة معينة لأنه ممكن ما كانش فيه أي استيراد للغاز يمكن ثلاثة أربع شحنات من 2018 وكان فيه اكتفاء ذاتي من إنتاج الغاز وبالتالي كان بيغطي كل يعني الديماند أو حاجة الطلب في محطات الكهرباء وكمان المصانع البترو كيميكالز أو هي المعامل الكيميوية الوضع الحالي حصل بقى فيه بعض يعني شورتج فيه توفير الغاز وبالتالي علشان توفر كمية الطاقة الكهربائية للمشتركين بيبقى مضطر انك انت تستورد كمية غاز الاول كان بنتكلم على ان بيستقطع جزء من يعني بيتنفس الطاقة الكهربائية علشان نوفر شوي التغاز علشان نصدرهم لأ النهاردة كمان ما عادش فيه تصدير لأ ده احنا بنستورد علشان نلبي الفجوة على الطلب في الطاقة الكهربائية طب ما الناس مش فهمه وده ليه حصل يا دكتور يعني من سنتين ثلاثة كان فيه كلام كتير عن ان مصر يعني بقت منتج كبير للغاز وانه حقل ظهر وغيره من الارتشافات هيؤمنوا احتياجات مصر لسنين كبيرة قدام وخلال الفترة دي ما حصلتش يعني طفارات كبيرة في الاستخدام او زيارات كبيرة في الغاز اللي مصر محتاجاها كمان دخلت مثلا محطات زي محطات الطاقة المتجددة واكبر محطة للخلايا الشمسية يعني مفروض انه يكون ما يكونش اصلا في الوضع ده ايه اللي حصل لا هو طبعا يعني اولا فصل الصيف معروف بارتفاع درجة الحرارة فيه واحنا لسه ما دخلناش او فيه يعني شهر سبعة وشهر تمانية يعتبروا اكبر استهلاكات وبالتالي لابد ان القطاع البترول وبالتنصيق مع وزارة الكهرباء يعني وزارة البترول ووزارة الكهرباء في التنصيق فيما بينهم بتوفير كميات الغاز اللي يعني اللي حيستخدموها الفتر القادمة ماشي بس مصيف كان موجود في عام 22 و 21 و 20 و 18 و 7 كل ده ما كانش بيحصل فيه ده ما هو كمية الغاز المنتجة من حقل ظهر قلت والاربام بقاش فيه برضو استكشافات جديدة ودي نقطة برضو يعني كويتشن مارك لان الشركات الاجنبية لها مستحقات برضو محتاجة انها تاخدها فيعني المشائق جدا طبعا ويحتاج الى المزيد من المجهود في عملية الاستكشاف والحفر ومعروف فين يعني كان وزارة البترول من نزلها منقصة علشان الاكسبلوريشن في منطقة شرق برصعيد او شرق المتوسط برضو فيه هنا يعني الجيران او ممكن شمال هتلاقي فيهم عندهم غاز بينما احنا حصل شورتيج في الغاز فدي برضو محتاجة يعني المزيد من التحليل وانا يعني اعتقد انها مجرد ضغوطات على الدولة المصرية ولكن ان شاء الله هنتغلب عليها على الاقل في الفترة الحالية بتوفير كميات الغاز المطلوبة البحث بقى عن مصادر اخر يعني عندنا خبر مثلا قادم هنتحدث عنه مرتبط بانه مصر عندها بقى عندها وفرة دولارية وبقى الازمة الكبيرة اللي كانت ضغطة عن ميزانية معادتش موجودة وتحولات المصيرين في الخارج رجعت فبالتالي المشكلة في الغاز مش مشكلة وفرة مشكلة ان انا مش عايز ادفع فلوس بالدولار عشان استورد غازي لا بالاحتياجات دي لكن في المقابل بقى الاحتياجات الصناعية واحتياجات والخسائر اللي بيتعرض لها المجتمع نفسه بشكل عام والاقتصاد يعني بشكل خاص من هذا الانقطاع ما يستهلش ان انا ادفع شوية فلوس زيادة مليار حتى ولا 2 مليار في السنة بالكامل عشان اتجنب الانقطاعات دي لا اول فكرة مش انا عايز او مش عايز هناك طلب على الطاقة الكهربائية لابد ان انا البي ومع ذلك احيانا بقى افصل ساعتين وثلاثة وده طبعا يعني برضو يعني مكرهن اخاك صحيح وليه اصار كبيرة قصدية ما هواش اسلوب شغل جدا وما هواش اسلوب عمل لكن مضطر لهذا العمل ليه لان انا عندي نقص في الامدادات طب نقص في الامدادات هنفضل قاعدين يعني ولا هنعمل ايه فلابد ان يعوض كمية الوقود اللي هي قليلة دي او اللي هي لا تلبي الطلب اللي هو الجاب او الفجوة بكمية استيراد وده مضطرين ليه يعني برضو مضطر انك تشتريه وممكن تشتريه كمان بسعر يعني ممكن يبقى سعر اغلى يعني اذا كنا بنصدر فترة معينة كمية معينة نهارد على مدار ثلاث سنين ممكن يعني خلال عام التروح الحصيلة الاستيرادية اللي احنا حصلناها طب احنا لو عملنا تساسم زمن كده دكتور احنا من بعد 2013 كان فيه اتفاقات مع دول خليجية بتمد مصر بالوقود لمدة خمس سنين تقريبا يعني كان فيه اتفاقات من وقتها لحد 2018 كان بيتم مد مصر بكميات من الوقود بشكل يعني شبه مجاني كمان بعدها بدأ حقل ظهر يدخل في الخدمة لمدة سنتين ثلاثة ووصلنا لحد انه السنة اللي فاتت الدنيا كانت ماشية بشكل جيد جدا هل الحكومة كانتش دارسة انه في وقت معين هيحصل انخفاض في الانتاج انه مش هيبقى عندي تاني الكيميات الكاب الجيلي بشكل او بشكل مجاني او يعني تكلفة بسيطة هل دي ازمة تخطيط ولا ازمة ايه لانه في النهاية المفروض انه فيش مفاجئة حصلت كل حاجة كانت معروفة مسبقا معروف مسبقا الديماند انه محتاج في فترة الصيف طاقة كهربية قد كده والمصانع اللي هي البترو كيميكا لازم محتاجة غاز قد كده لما نيجي على الانتاج بقى على المورد الطبيعي المورد الطبيعي اللي هو قبر البترول وحقله ظهر وغيره فتفاجأ بقى ان حقله ظهر ممكن حصل انخفاض فيه انتاجيته نتيجة لعمليات التشغيل اللي تمت عليه وكمان ممكن حصة الشريك الاجنابي بقى يعني ممكن ما فيش قيمة دولارية تسدده صح حصل ان دلوقتي فيه انفراجة في الدولار يعني بعد يعني بيع بعض الاصول لكن الموضوع ما هوش لحظي لا احنا لابد ان يبقى فيه على المدى الطويل يبقى فيه موجود عندي خطة تغطي كل الاحتياجات المطلوبة لفترة القادمة وانا دلوقتي التنصيق فعلا يعني مع الحكومة الجديدة يمكن بس الاسبوع ده لغاية يوم الثلاثة هيبقى فيه تشكيل جديد للوزارة واعتقد ان هيبقى فيه بقى برضو يعني تعاقدات اكتر مع الشريك الاجنابي بحيث انه يعمل عملية استكشافات بطريقة اسرع وانه يبقى الرصيد احنا كنا طول عمرين نسمع على ان مصر عائمة على بحيرة من الغاز فالموضوع يحتاج الى يعني تمحيص وان احنا نعرف بس الموقف الحالي ايه لان يعني مش معقول ان يبقى مثلا حقل ظهر يحصل هذا الانخفاض وبعدين الشريك ما ياخدش برضو الشريك الاجناب ما ياخدش برضو القيمة الدولارية اللي هو يستحقها نتيجة للأعمال اللي عملها وده ما هوش يعني انا شايف ان احنا على اللونج تيرم ما يبقى ما يش هيبقى الشريك الاجنابي يقعد يعني النهاردة تدفع يا ما فيش لا يعني احنا لونج تيرم يبقى فيه تعاون طويل المدى وحنصبر شوية علشان برضو هناخد نجيب انتاجية وبرضو هيبقى ده البزنس يعني ده البزنس طبعا منتظرين الخليج يعني على الاقل على الاقل يمدون بالغاز المسال وحن عندنا وحدات تغويز او اللي هو عملية تحويل الغاز المسال الى يعني الى غاز على الداونستريم الوحدات في محطة في العين السخنة وفي دومياط فالفاسيليتز دي موجودة ومصر تغلبت عليها وعملتها يعني اصول سبتة موجودة عندها يعني احنا ممكن يبقى فيه تغويز للغاز وفيه كمان تسيل للغاز فاحنا يعني الحالكين موجودة عندنا لكن الاصل نفسه اللي انا هعمله تغويز او هعمله تسيل هو دايما علي انا عايز الغاز بقى اللي عمل فيه المورد الطبيعي اه بالضبط انا اشكرك شكرا جزيلا انا الدكتور محمد سليم خبير الطاقة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة شكرا لك اشارت مذكرة لمصرف يو بي اس السويسري الى ان بامكان مصر جمع نحو 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال اكثر من عام حتى نهاية الربع الثاني من 2025 في حال وجود تفرف تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وتعافي ارادات قناة السويس واشار السيناريو المتفايل الى امكانية زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية بنسبة 30% الى جانب عودة التحويلات الى مستويات 2021 هذا وابقى يبئي استوقعاته لسعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام الجاري رحمنا القاهرة بالاستاذ عادل صبري الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية هناك كثير من التفاؤل يدور في هذا التقرير بشأن الموارد الدولارية التي قد تأتي الى مصر خلال الشهور المقبلة بشأن السعر الصرف المنتظر للدولار بتشوفت ازاي هذه الارقام خصوصا ان احنا عندنا مؤشرات يعني المصرين في الخارج فعلا بدأت معدلات تحويلاتهم تزيد بعض القطاعات الاخرى بدأت تتعافى زي السياحة هل هذا السيناريو المتفائل لأي مدى قابل للتحقق على ارض الواقع سيد خير سستمروا كل اللي عامونتم خير والاشتادة مشاهدين اهلا بي يعني هي المؤشرات المصارحة حاليا هي مؤشرات متفائلة في حالة انتهاء متعلقة كلها بالانتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة وعودة الاستقرار الأمني للمنطقة وانتهاء حركة الاضطرابات العشكالية في منطقة البحر الأحمر لأنها كل هذه العملية هي مؤثرة على يعني احنا عادين على صافيح ساخن زي ما قولي لأن حركة الشحن متأثرة تتبعات التأمين كنت زايع من تقرير الغاز المسال هذا الغاز الآن يعني بيلف مضطر ناخده من الغرب من الوقت المتحدة الأمريكية ومن الشركات الغربية علشان خاصة مش قادرين يجيبه من قطر ودي متافة أقل وتكلفة أقل نتيجة اضطراف حركة الشحن لكن في كل الأحوال احنا عندنا مؤشرات مهمة أنه في حاليا إرادات جاءت للدولة من بيع مدينة أصل حكمة دي الأمراض عندنا صفاقات سنوك النقل الدولي عندنا قادمة من الاتحاد الأوروبي كل هذه المشروعات بدعم الاحتياط النقل ودعم كمان البنوك يعني بتخليك وقف على أرض السابتة لأنه في الفترة اللي كان حصل فيها اضطراب وكان فيها حصل يعني نقص كبير في المورد الأجنبي بتخليك تاخد قرارات وانت مستعجر تخليك تاخد قرارات وانت مضطر لكن على الأقل هذه الأرضية السابتة من النقل الأجنبي ممكن تخلي الحكومة تقدر تخطط بشكل أفضل وعلى مدى أطول نسبيا هي تقدر تخطط لو الظروف الدولية يعني بقت أحسن وكمان شفة مجموعة اقتصادية جديدة قادرة على توظيف هذه الأموال بمشروعات انتاجية ما تصرفاش على مشروعات جد مربحة بس هي المورد دي دوب أصلا يا أستاذ عادل بتلب الاحتياجات يعني فيش منها فوائد محتاجة استغلها ما هي دي المشكلة المشكلة أن أنت ما عندكش إرادات أخرى غير تحولات مصرين من خارج ومتعلقة باستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة عندنا عادات السياحة حاليا السياحة يعني متراجعة كعادات في منطقة تصيف ومعلقة للشتاء القادم على حالة الإطرابات الأمنية في المنطقة عندنا يعني كل الإرادات الرئيسية للدولة كلها متعلقة بالتحولات حركة الجيوس السياحة في المنطقة طب ما ده بيأكد برضو وجهة نظر الدولة واللي بيقولوا كتير من الوزراء أنه إحنا ما عندناش مشكلة إحنا بنعمل إجراءات صحيحة لكن ظروف إقليمية ودولية هي اللي بتخلي الإقتصاد المصري يوح في سكة تانية لكن الإجراءات الحكومية مش هي على المشكلة لا الإجراءات الحكومية هي السبب في البداية كلت اقتصادك هش لأنك وجهت كل استثمرات وفروضك وكل دخلك لبناء مشروعات يعني أدفع كل الاستثمرات في المشروعات غير مدقة للعائد حتى لو قليل حتى الآن لا تستطيع أن تجني من العاصمة يعني شوفنا التحولات الآن بان العاصمة مش قادة يبيعه وعمل يأجل موضوع يبيعه في طرح العام عندنا أصول كتيرة جدا مش قادة يبيعها لا يعني الظروف جات غير مواتية الظروف كلها غير مواتية فإذا أنت قرأت الجداية أنك أنت لم توجه هذا لتصنيع لتصنيع لم توجهه لإستثمرات الزراعة وتلمية الإنتاج الحقيقي اللي هو أولا بيوقف كمية الواردات الهائلة اللي أنت بتستوردها ما بيخلقش صناعات محلية بديلة قادرة على تدبير احتياجاتك حتى اليومية من الحاجات الأساسية فبالتالي لابد أن توجه كل الأموال حاليا للتصنيع وزراعة وتبدل عرب بين الواردات والإرادات أنت أشارت كمان مهم للتعديل الوزاري ويعني كتير من ناس بتعاول أن يكون في مجموعة اقتصادية أكثر مهنية وأكثر يعني حنكة في إدارة الملف الاقتصادي كان في كلام كمان أو مطالبات بأن يكون عندنا وزارة الاقتصاد أو تعود وزارة الاقتصاد بحيث تضع رؤية عامة للاقتصاد المصري شوفت إزاي هذا التغيير أو إيه اللي تنصح بيه علشان يكون عندنا مجموعة اقتصادية ما تدخلناش في المشاكل اللي حصلت قبل كده أولا لازم يكون في عندنا إحنا هوية اقتصادية الأول إحنا راحين فين؟ إحنا راحين دولة عمليين نمسك العصائق من النصف راحين دولة اشتراكية أو دولة راح نحن تبصد سوق حقيقي لازم نحدد هذا التزامات الدولة كمان تجاه المواطنية هل هي بتعمل صالح الأغلبية أم صالح فئة معينة ولهي نقل أصول من الأجانب إلى قطاع بعض الرجال الأعمال المتباطين بها ولا هي توسيع الإطار الملكية العامة للشعب ورفع مستوى الاقتصاد للشعب كله حاجة مجموعة اقتصادية قادرة على التناغم والعمل معا إحنا هم نشوفه حتى الآن حتى رغم أنهم بيبانوا كأنها مجموعة وزارية واحدة لكن هي في الآخر جزر منعزلة يعني وزارة المنية تلقي بالأسباب على البنك المركزي وبنك المركزي يعلن عدم مسؤوليته عن سوق الأوضاع المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط مجموعة ومحملة بأعماء غير فاضرة على تحملها حتى وهي بتتولى موضوع البيع الأصول العامة لابد يكون في وزارة اقتصاد حقيقية تدل اقتصاد ووجود عدة أطراف أخرى لإدارة عمليات تخلص من الملكية العامة للدولة عشان ما تروحش موجهة لبعض المستثمرين ورجال أعمال اللي هم دلوقتي بيتحصنوا وراء جنسيات أجنبية كثيرة هنا الرؤية المجموعة الاقتصادية لنكون واحدة عندها رؤية اقتصادية واسعة عندها كمان إصلاح سياسي لأن بدون الإصلاح السياسي الشامل والعام لن يكون هناك إصلاح اقتصادي لأن عمر ما اقتصاد إذا ما مش مع السياسة والسياسة هي التي تدر الاقتصاد مش عايدين العجلة تبقى مقلوبة أو القيادة تكون من الخلف القيادة تكون دائما من الرأس وهو إصلاح سياسي يعقوبه الرؤية اقتصادية واضحة مجموعة وزرية قادرة على الداع وتقديم أهكار جديدة مجموعة متناصقة تستطيع أن ترى من ستقدمه خلال المرحلة القادمة هل تقدم مجموعة مرجال أعمال هل تقدم الشعب حقيقة مجموعة تهتم باستصنيع والإنتاج لتتولى إنفاذ الاقتصاد لأن ظل عدم وجود اقتصاد نفسه قوي من الداخل وهش بهذه الصورة أي موجة أي موجة يعني حتى موجة الحرة وضحت الصورة بشكرا جزيلا الأستاذ عدل صبري الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية شكرا لك على هذه المشاركة وصلنا بذلك مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من توقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا العربي.com إلى اللقاء اشتركوا في القناة